والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال مع فاطيمة خليل إليك فاطيمة شكرا دينا فكري وشكرا يوسف عبدين أهلا بكم مشاهدين وجولة اقتصادية جديدة قال رئيسه هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة ليتحقق في سنوات معدودة ما لم يتحقق من قبل على مدار تاريخ القناة وضف ربيع أن الهيئة نفذت سلسلة من مشروعات تطوير العملاقة بداية من مشروع قناة السويس الجديدة مرورا بمشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه والذي سيتيح زيادة الطاقة الاستعبية في القناة بمعدل ست سفن وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع جاء ذلك خلال ورشة عمل حول دعم مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن والتي يستضفها مركز المحكاة وتدريب البحري بالإسماعيلية الورشة في غاية الأهمية إصلاح بناء السفن شيء مهم جدا أكيد قناة السويس بمقاحها الفريد وأهميتها للمجتمع العالمي شريال للحياة، شريال للتجارة، شريال للملاحة كل ذلك بيؤكد أن ماذا أهمية قناة السويس للعالم أجمع؟ طبعاً أهمية هذه الورشة هي أهمية خاصة بالنسبة للتنسيق للعمل المشترك العمل العربي المشترك في هذا القطاع الحيوي فمثل ما شفتنا في الفترة الأخيرة فرص العمل المشترك هي فرص رائدة بالنسبة للاستثمار وبالنسبة للمشاريع الضخمة الورشة اليوم تعتبر ورشة مهمة جدا لأننا نتكلم عن صناعة صناعة مهمة لكافة الدول العالم والمنطقة العربية وهذه الأهمية ترجع من أهمية التجارة المنقولة بحران حيث تمثل حوالي 9% من التجارة العالم التثمن لها بحران والمنطقة العربية هي دولة منطقة تتميز بأنها تتوسط بين الشركة الغرب وبالتالي تقع أغلب الدول العربية على البحار وبالتالي من الطبيع أن يكون لنا صناعة متقدمة في هذا المجال أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن الهيئة وضعت عدة أهداف لجذب الاستثمارات في مصر تبدأ بجذب الاستثمار في مشروعات مرتبطة بالتنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاصة كما كشف رئيس الهيئة عن تشكيل اللجنة تضم في عضويتها رؤساء هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والضرائب لبحث مشاكل المستثمرين ووضع حلول جذرية لها أضاف رئيس الهيئة أنه تم حل 75% من المشكلات خلال النصف الأول من العام الجاري تبدأنا نحط أهداف طب ايه الأهداف اللي احنا حطناها لازم كنا نبتدي نشتغل على عملية التنمية المستدامة وبالتالي بنتبق ما يطلق عليه الاستثمار المستدام يعني اللي استثمار المستدام يعني أنا بحط النفسي أهداف تحقق التنمية المستدامة زي خلق فرص عمل توطين صناعة وتمكين قطاع خاص وهكذا تيب تخلينا نحط بعد كده قطط تنفيذية عشان نقدر روصل لهذه الأهداف طيب عشان نقدر نعمل الكلام ده ابتدينا نبص على إيه إمكانيات مصر ودي دراسات معمولة من جهات مختلفة حكومية وغير حكومية ودولية وابتدينا نبص عليها ومنشوف الميزة التنفيذية الحقيقية لمصر عشان ما نقولش كلام بيبقى فيه صعوبة تنفيذه بعد كده فلما أقول أنا عايز أباكن القطاع الخاص هل أنا عندي قطاع خاص قادر أنه يقوم بهذا الدور ولو ما عنديش يبقى أن أسعى أن أنا أزوده وأمكنه وأقويه أبهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصدرات المصرية إلى الأردن مسجلة نحو 726 مليون وخمسمائة ألف دولار خلال عام 2022 مقابل 711 مليون ومائة ألف دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24% أشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 89 مليون واربعمائة ألف دولار خلال عام 2022 مقابل 915 مليون وثمانمائة ألف دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7% واحد من 10% وتصدر الوقود المعدني والزيوت المعدنية منتجات تقطيرها وألات وأجهزة ومعدات كهربائية قائمة أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن في حين كانت الأسمدة ومتجات الصيدلة من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن وإلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين الأجانب في ممال التعملات المصريين والعرب للبيع وسط دولات تجوزت نحو مليارين وسبعمائة مليون جنيه وربح رأس المال السوقي نحو تسعة مليارات جنيه ليغلق عند مستوى تريليون ومائتين وتسعة مليارات جنيه أما على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي أكس ثلاثون بنسبة ثمانية من عشر بالمئة ليغلق عند مستوى سبعة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثين نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط إي جي أكس بنسبة اثنين وثمانين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ثلاثة ألاف وخمسمائة وخمس وتسعين نقطة صعد مؤشر إي جي أكس مئة متساوي الأوزان بنسبة تسعة وثمانين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى خمسة ألاف وثلاثمائة وعشرين نقطة ترجعت أسعار النفط اليوم بعد موجة ارتفاع طويلة وانخفضت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة ثمانين من مئة بالمئة إلى خمسة وثمانين دولار وثمانية وعشرين سنت للبرميل بينما ترجعت العقود الأجلة لخام غرب تكسس الوسيد بنسبة خمسة وثمانين من مئة بالمئة إلى واحد وثمانين دولار واربعة وثمانين سنت للبرميل في المقابل انخفضت أسعار المزوطة عالمياً بنسبة 2 من 100% لتصل إلى 3 دولارات وستين للتر منما اتفق أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.97% لتسجل نحو دولارين 71 سنت لكل مليون واحدة حرارية بريطانية أعلنت شركة أرامكو السعودية انخفاض صافي دخلها في ربع الثاني من العام من نحو 38% مما يعكس انخفاض أسعار النفط وهوامش أرباح أعمال التكرير والكيمويات وأكدت الشركة في إبصاح للبورصة أن صافي دخلها تراجع إلى 112 مليار و810 ملايين ريال أي أكثر من 30 مليار دولار في الربع المتهي في 30 من يونيو الماضي مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لدينا ويوسف لستكمال ما تبقى من التسعة شكرا لك فاطيمة خليل